بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بنتكلم على موضوع الدفع بالنسبة إلى الدفع قانون أو إعلاقة رياضية الدفع هيساوي القوة اسمها F ضرب التغير في الزمن دلتتي إذن هنا الدفع يساوي حاصل ضرب متوسط القوة المؤثرة على الجسم في زمن تأثيرها تمام؟ وبإذن بيساوي F دلتتي وأيضا عندنا قانون هام اللي هو نظرية الدفع والزخم إن الدفع أيضا هيساوي التغير في الزخم الدفع يساوي التغير في الزخم طبعا الزخم إن شاء الله بيكلم عنه فيما بعد اللي هو بيساوي الكتلة في التغير في السرعة يعني الزخم بيساوي الكتلة ضرب التغير في السرعة ده بالنسبة إلى قوانين الدفع إذن الدفع إما بيساوي F دلتتي أو بيساوي دلتتي اللي هو M دلتتي ولذلك لو هنحسب وحدة قياس الدفع هنحسبها من هذا القانون فالقوة طبعا القوة القوة اللي هي الإف تقاس بوحدة النيوتن والزمن يقاس بوحدة الثانية إذن نيوتن ضرب ثانية ده يعتبر وحدة قياس الدفع والذي يكافى أيضا إذ وحدة هذه تكافئ تكافئ مين؟ تكافئ وحدة الزخم والزخم يساوي كتلة في سرعة فالكتلة هي بالكيلو جرام والسرعة بمتر لكل ثانية إذن كيلو جرام في متر لكل ثانية هو هو يساوي نيوتن ضرب الثانية واللي اتنين يعتبروا إما وحدتين للدفع أو برضو ينفع للزخم ده بالنسبة إلى وحدات قياس الدفع والزخم طيب موضوع أيضا نتكلم عليه أنه الدفع طبعا فيه علاقة عكسية هنا ما بين لو الدفع ثابت طبعا بين الف والدلتاتين فلو أن الزمن هيزيد زمن التلامس بين الجسم والقوة بيزيد فبالتالي القوة هتكون إيه أقل مدى اللي بيحصل في الوسادة الهوائية إنما لو كان الزمن قليل اللي هو زمن تلامس الجسم والقوة المؤثرة عليه قليل فبالتالي القوة هتكون كبيرة فبالتالي إذا الزمن هيزيد فبالتالي القوة تقل إذا الزمن هيقل فالقوة تزيد ده طبعا عنده ثبوت الدفع طيب بالنسبة أيضا إلى أنه الدفع طبعا بيكون من جسم على جسم آخر فدفع لاعب مثلا على الكورة يسوي دفع الكورة على اللاعب طبعا بالنسبة للفعل رد الفعل ولكن طبعا هيسوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه إذن دفع جسم على جسم آخر هو نفسه دفع الجسم الثاني على الأولاني بنفس الدفع وبنفس المقدار ولكن عكسه في الاتجاه هذه الجزئية هامة أيضا اللي هي المساحة تحت منحنة القوة والزمن تساوي الدفع بمعنى طبعا هذا السؤال الموجود معنا لو هنرسمه هنا الرسم البياني ما بين القوة على المحور الرأسي والزمن على المحور الأفقي فبالتالي هيكون لو طلعت العلاقة مثل هذا الخط المستقيمة مرضى نقطة الأصل فلو هنحسب المساحة تحت هذا الخط طبعا هنا شكل مسلث طبعا نص القعدة في الارتفاع فلو هنحسب المساحة هذه المساحة تساوي عدديا الدفع وقد يكون أيضا مثلا بهذا الشكل هنا مثلا الاف تمام ومثلا هنا تي ولو كان العلاقة مثل هذه كده فلو حسبنا هنا المساحة تحت الخط اللي هو العلاقة بحاجهم فبالتالي هنا عبارة عن مستطيل طلف عرض فبالتالي هذه المساحة أيضا تساوي عدديا الدفع هذه الجزئية مهمة جدا لما يكون عندي هنا القوة على المحور الرأسي والزمن على المحور الأفقي فإن المساحة تحت المنحنة هي تساوي الدفع وبالتالي هنا اختاري للدفع نأتي إلى موضوع الوسادة الهوائية وكان سألفها سؤال في السنوات السابقة طبعا إيه وظيفة الوسادة الهوائية في السيارات بتعمل على توفير الدفع المطلوب نحفظها تقلل القوة الناتجة وذلك بزيادة زمن تأثير طبعا زيادة زمن تأثير أو تلامس الجسم السائق مع الوسادة فالزمن هيزيد لأنها يعتبر فيها شيء من المرونة شوية فالزمن يزيد فبالتالي القوة تقل هي القوة المؤثرة تقل على الجسم زي ما نواهنا في أول الكلام فبالتالي تقلل القوة فبالتالي تقلل أثرها على السائق الثالث وظيفة أنها توزع القوة على مساحة أكبر من الجسم السائق مما يقلل من احتمال حدوث الإصابات لأن القوة لما تتوزع على مساحة كبيرة فيقل أثرها بعكس أنها تكون على مساحة صغيرة فيكون لها أثر واضح على الجسم إن شاء الله يمفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته